اشتركوا في القناة على أن هذه المناعة هي مناعة خط الدفاع الأول بالنسبة للجسم وهي التي تتواجه الأخطار وفي حالة اختراقها فإن خط الدفاع الثاني سوف نأخذه اليوم ونفصل فيه تعرفنا أن هذا خط الدفاع الأول يتكون من الحواجز الجلدية وأيضا الحواجز الكيميائية يعرفنا أن هذا الحاجز الجلدي توجد فيه خلية بكتيريا تكافلية تقوم بإفراز مادة تثبت من دخول الأجسام الدخيلة وأيضا الخلايا الجلدية الميتة التي تدافع عنك وتمنع اختراق هذا الجسم أيضا تعرفنا على المناعة الكيميائية التي توجد في أجسامنا على سبيل المثال مثل الدموع وأيضا مثل المخاط وأيضا المادة الحمضية الموجودة في الببسين تستطيع العودة إلى الدرس السابق أما في درسنا اليوم فنأخذ فيه المناعة المتخصصة تتمكن مسببات المرض من تخطي آليات الدفاع غير المتخصصة إلا أن الجسم يملك خط دفاع ثاني في حالة تم اختراق الخط الدفاع الأول ووصل الجسم الدخيل أو البكتيريا أو أي نوع من أنواع الأجسام العدائية التي تريد الدخول إلى الجسم تتدخل المناعة الخاصة إذن تمتاز المناعة المتخصصة بفاعليتها لكنها تحتاج وقتا حتى تتكون وتمتاز لذلك لا بد أن تعمل الخلايا البلعمة على تأخير هذه الأجسام المضادة وعلى أيضا مولدات الضد أن تعمل على تأخيرها حتى تتدخل المناعة المتخصصة تشمل الاستجابة المتخصة كل من الأنسجة والعضاء الموجودة في الجهاز اللينفي وسوف نتعرف على أعضاء الجهاز اللينفي إذن المناعة المتخصصة ما هو الجهاز اللينفي؟ هو الراشح من الشعرات الدموية يترشح من الشعرات الدموية مادة لينفية تنتشر من خلال الأنسجة اللينفاوية ثم تدخل في وعاء يسمى الوعاء اللينفي إذن مما يتكون الجهاز اللينفي؟ يتكون الجهاز اللينفي من الأوعية اللينفاوية ومن الأعضاء اللينفاوية ومن السائل اللينفي ما هي وظيفة الجهاز اللينفي؟ إذن ما هي وظيفة الجهاز اللينفي؟ ترشيح اللينف والدم هو يقوم بترشيح اللينفي والدم وقتل الميكروبات وأيضا امتصاص الدون هذه وظائف الجهاز اللينفي تحتوي الأعضاء في الجهاز اللينفي على خلايا وعلى أنسجة هذه الخلايا تنقسم إلى خلايا لينفية وهناك خلايا أيضا أخرى أيضا أنسجة لينفية ونسيج ضام والأنسجة مكونة في نهاية الأمر من خلايا لينفية ما هي أعضاء اللينفية؟ الأعضاء اللينفية الواضحة أمامك هي العقد اللينفاوية العقد اللينفاوية هذه عقدة لينفاوية تقع أمام القلب وخلف عظمة القص بشكل مباشر أيضا اللوزتان وهذه اللوزتان تقع في جانبي البلعوم وأيضا الطحال هذا هو الطحال يقع فوق المعدة من الجهة اليسرى أيضا الغدة الزعترية وأيضا الأنسجة اللينفاوية ما هو اللنف؟ أولا لابد أن نعرف ما هو هذا السائل هذا السائل هو عبارة عن مادة ترشح من الشعرات الدموية لتغمر خلايا الجسم ويدور هذا السائل عبر خلايا النسيج ويجمع بواسطة الأوعية اللينفية إذن هو سائل يرشح هذا وعاء الدموي يقوم بترشيح المادة اللينفية فيخرج تخرج المادة اللينفية تنتشر عن طريق الأنسجة ثم تصب في وعاء لمفي وثم تتجه إلى أرجاء الجسم من القلب إلى أرجاء الجسم إذن هو سائل يرشح من الشعيرات الدموية هذه شعيرة دموية يرشح منها الجهاز أو المادة اللينفية ويغمر الأنسجة اللينفاوية ويتجمع ثم يدخل عن طريق الشعيرات اللينفية أو الأوعية اللينفية منه إلى القلب وإلى أرجاء الجسم وهذه المادة هي التي تحفز المناعة وتقوم بإنتاج خلايا دم بيضاء بالعة وأيضا سوف نتحدث عن أنواع المادة المواد المناعية المتخصصة إذن ما هي العقدة اللينفية؟ العقدة اللينفية مثل ما شفناها نحن في الرسم قبل شوي هي التي تقوم بترشيح اللينف من المواد الغريبة هي التي تقوم بترشيح اللينف من المواد الغريبة فهذه صورة لعقدة اللينفية وعرفنا أين توجد العقدة اللينفية أمام القلب وخلف الصدر بشكل مباشر إذن هذه هي العقدة ما هي اللوزتان؟ اللوزتان هذه هي اللوزتان تقع في جانبي البلعوم وهذه توفر الحماية بين الأنفي والفم هي تحمي الجهاز التنفسي بشكل كامل تحميه من الفيروسات من البكتيريا من أي مايكروب يمكن أن يدخل عن طريق الجهاز التنفسي فاللوزتان وظيفتها هي وظيفة مناعية تحمي الجهاز التنفسي من دخول المايكروبات إذن هي عبارة عن أنسجة لنفاوية وتتواجد في الجزء الجانبي الخلفي من الحلق البشري وظيفة اللوزتان هي حماية الجهاز التنفسي من البكتيريا ومن الفيروسات ومن المايكروبات بشكل كامل إذن ما هو الطحال؟ الطحال يعتبر مقبرة قريات الدم الحمراء التالفة والهرمة الكرات الدم الحمراء التي أصبحت كبيرة وهرمة ولا فائدة من وجودها بل أن وجودها يعيق سرعة إمرار الكرات الدم الحمراء في الأوعية الدموية تقوم الطحال بجمعها وإتلافها ولذلك سميت بمقبرة الدم إذن تقوم الأنسجة اللنفية في الطحال بإنتاج كريات أيضا تقوم بإنتاج كريات بيضاء وإنتاج أجسام مضادة إذن الطحال لا يكون فقط عبارة عن مقبرة للدم بلأنه أيضا يقوم بإنتاج كريات الدم البيضاء ويقوم أيضا بإنتاج أجسام مضادة مناعية تساعد جهاز المناع على الدفاع عن الجسم من الأجسام الخطيرة والأجسام الضارة ما هي الغدة الزعترية؟ تقع خلف القص وأمام القلب ولها دورا في تنشيط بعض الخلايا اللنفية التائية وتدريبها مسؤولة عن إنتاج هرمون الثيموسين الذي ينظم بناء المناعة في الجسم إذن الخلايا اللنفاوية نوعان خلايا اللنفاوية بائية وخلايا اللنفاوية تائية إذن هذه عمل الخلايا اللنفاوية البائية وخلايا اللنفاوية التائية يعني ما أعرف ربما الصورة ليست إلى مواضحة لكن ممكن أننا وزعتها في شرائح ما هي الخلايا البائية؟ توجد في جميع الأنسجة اللنفية وهي مسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة وإنتاج البروتينات المتممة مع مولدات الضد الأنتجينات التي تعمل كمولد الضد التي تقوم بعملية ربط الخلايا البالعة مع الخلايا التائية المساعدة وطبعا أنتجيناتها التي تكون مع الجسم الغريب وتسبب تحفيز الخلايا المناعية ما هي الخلايا التائية؟ الخلايا التائية تشكل مجموعة من الخلايا الدم البيضاء تنقسم إلى خلايا تائية سامة قاتلة التيسي وهي تهاجم الخلايا الغريبة والسرطانية إذن الخلايا التائية القاتلة تقوم بعملية مهاجمة لجميع الأجسام الغريبة أيضا في حالة الأعضاء المزروعة في الجسم لأول مرة تقوم بهذه الخلايا التائية بمهاجمتها وبإفشال هذا العضو الجديد إلا أنه ربما تستخدم بعض المثبتات للخلايا القاتلة التائية حتى لا تقوم بعملية مهاجمة هذا العضو الجديد حتى يتعرف الجسم على هذا العضو الجديد إذن تقوم بمهاجمة الأعضاء أيضا مهاجمة الفيروسات الدخيلة تقوم بمهاجمة الفيروسات الدخيلة وقتلها أيضا تهاجم الخلايا التي تعرضت للإصابة وقتلها أيضا حتى لا ينتشر الفيروس إثنين الخلايا التائية مساعدة تحفز استجابة الخلايا إذن دورها في تحفيز استجابة الخلايا التائية وكذلك لإنتاج الأجسام المضادة السائل اللمفي السائل اللمفي أو اللمف سائل يرشح من الشعرات الدموية كما ذكرنا سابقا الخلايا اللمفية خلايا دم بيضاء تنتج في النخاع الأحمر للعظام هذه الخلايا اللمفية وتلتهم مسببات المرض الغدد اللمفية تتوزع الغدد اللمفية على الجسم على شكل مجموعات أهمها في الصدري والبطني وعند العبطين والوظيفة ترشح السائل اللمفي وتخلصه من المواد الغريبة اللوزتان كما ذكرنا في أعلى الحلق في القسم الخلفي من الفم والوظيفة الحماية من البكتيريا أيضا الطحال تحدثنا عن الطحال وقلنا أن الطحال خلف المعدة وتحت الحجاب الحاجز الوظيفة يخزن الدم ويحطم خلايا الدم التالفة ويحتوي على نسيج لنفي أيضا أخذنا الغدد الزعترية وقلنا أنها فوق القلب الوظيفة يتم فيها نضج وتنشيط الخلايا اللمفية التائية أيضا الغدد الزعترية تقوم بإنتاج الخلايا اللمفية وأيضا تقوم بجلب خلايا دم بيضاء جديدة بلعمية وتقوم بتحويلها إلى خلايا لنفية تائية إذن الأجسام المضادة بروتينات تنتجها الخلايا اللمفية البائية التي تتفاعل بشكل خاص مع مولدات الضد مولدات الضد مادة غريبة عن الجسم تؤدي إلى استجابة مناعية ويمكنها أن ترتبط بالإجسام ذكرناها أن هذه وظيفتها أيضا الأنتجينات تقوم بعملية استثارة للجسم حتى تقوم بعملية استثارة جميع الخلايا على أن هناك خطر أو هناك دخيل في حالة دخول جسم غريب تقوم مولدات الضد بعملية استثارة للخلايا البائية والتائية لكي يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة هذا الجسم الدخيل إذن خطوات عمل خلايا البائية استجابة الجسم المضاد هذه الخلايا البائية خلايا البائية تبتلع الخلايا الأكولة مولد الضد وتترك جزءا منه على سطحها هذا مولد الضد يعني مولد ربما الصورة غير واضحة لكن هذا على كل مولد الضد وانتجين ينغرس في داخل الخلية البالعة ويبقى مولد الضد على جسم الخلية البالعة لكي يكون رابطة مع الخلية أخرى إذن على سطحه ليعمل على المستقبل يعني يكون مستقبل لخلية أخرى تعرض الخلية الأكولة مولد الضد على خلية تائية مساعدة هذه خلية مساعدة وهذه خلية بالعة تقوم بعملية استخدام الانتجين كمستقبل وترتبط مع خلية تائية أخرى أيضا تعرض الخلية التائية المساعدة مع المساعدة مع المولد الضد المعالج للخلايا البائية والتي تنقسم بدورها إلى انقسام متساوي وتتكاثر حتى تكون درعا قويا حتى تهاجم الأجسام الغريبة والدخيلة في الجسم إذن تستمر الخلايا البائية الجديدة في عملية الانقسام والتكاثر ويبقى بعض من هذه الخلايا بوصفها خلايا ذاكرة تحسبا لدخول مسبب المرض تتكاثر وتكون مستعدة للمهاجمة لكن بينما الخلايا التائية في حالة تبتلع الخلايا الأكولة مولدة ضد وتترك جزء منه كما فعلت الخلية البائية وتترك مولدة ضد ينغرس ثم تترك له مستقبل حتى يرتبط مع جسم أو مع خلية تائية مساعدة إذن بواسطة الاتباط مع مستقبل الخلايا المساعدة اللي هو مولدات الضد تعرض الخلية التائية المساعدة مساعدة مولدة ضد المعالج مع خلية تائية أخرى أيضا وتبدأ الانقسامات وإفراز السيتوكينات التي تقوم بتحفيز الخلايا لكي تكون مستعدة في مهاجمة الجسم الغريب إذن تقوم الخلايا التائية بالالتساق بالأجسام الغريبة وابتلعها ثم تحليلها تحلل الجسم الغريب ثم التخلص منه إذن أخذنا في هذا اليوم أنواع الخلايا أو أخذنا الخلية المناعية تعرفنا على العقد اللمفاوية تعرفنا أيضا على اللمف أخذنا الأعضاء اللمفاوية العقد اللمفاوية الموجودة خلف الرقبة وفي داخل البلعوم أيضا أخذنا اللوزتان في جانبي الحنجرة أيضا أخذنا الطحال وتعرفنا على أنه يقوم بوظيفة إنتاج الكرات الدم البيضاء ويقوم بإنتاج الأجسام المضادة وليس فقط يعتبر مقبرة للدم أيضا يعتبر جسم مناعي أيضا أخذنا الغدة الزعترية الموجودة أمام القلب وخلف عظمة القص أيضا أخذنا الأنسجة اللمفاوية أخذنا الخلايا اللمفاوية التي تنقسم إلى خلايا اللمفاوية تائية وخلايا اللمفاوية باية عرفنا كيف تقوم الخلايا اللمفاوية بعملية التكون والانقسام بالارتباط مع مستقبلات الضد عندما تستخدم الأنتوجين أو الجسم المضاد الذي يعمل كينغرص في داخل الخلية البالعة ثم يقوم باستنجاة بخلية مساعدة أخرى ثم تقوم بعملية الالتساق بالأجسام الدخيلة وبعد ذلك تبتلعها وتقوم بعملية تحليلها أيضا تعرفنا على اللمف وعرفنا أنه عبارة عن مادة ترشح من الأوعية الدموية وتنتشر في الأنسجة وبعد ذلك تنطلق إلى الأوعية الدموية الأوعية اللمفية وتنتشر من القلب إلى أرجاء الجسم تعرفنا أيضا على العقدة اللمفاوية وهي التي تقوم بترشيح اللمف من المواد الغريبة أيضا تعرفنا على اللوزتان والموجودة التي تقوم بعملية منع الأجسام الغريبة من استخدام الجهاز التنفسي في عملية أو استغلال الجهاز التنفسي في الدخول فتقوم اللوزتان بالدفاع بشكل مباشر أيضا تعرفنا على الطحال تعرفنا على الغدة الزعترية التي تقوم بإنتاج هرمون الثيموسين وأيضا التي تقوم بعملية إنتاج وتدريب الخلايا جديدة وتحويلها إلى خلايا تائية وتحويلها من خلايا مناعية بسيطة إلى خلايا تائية أيضا كما ذكرنا أخذنا أنواع الخلايا في الدرس القادم بعون الله سبحانه وتعالى سوف نأخذ استكمالا لدرس المناعة سوف نأخذ المناعة السلبية والإيجابية وما هي بعون الله سبحانه وتعالى نراكم قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر